ربنا تعالى قد أكرم الإمام الحسين في حياته قبل استشهاده وأكرمه بعد استشهاده إلى هذا اليوم يقول المؤرخون هناك كتاب تحليلي وتحقيقي رائع اسمه الإشراف على سيادة الأشراف لأحد علمائنا من لبنان من جبل عامل وهو حفيد المحقق الكركي المعروف هذا الكتاب ينقل هذه الحقيقة يقول في يوم عاشوراء لم يبقى للإمام الحسين ولد إلا زين العابدين وهذا واقع يعرفه الجميع بقي للإمام الحسين زين العابدين وكان مريضا شابا مريضا لا يقوى على حمل السلاح ولو كان يقوى على حمل السلاح لنزل إلى ميدان القتال ودافع دون دينه ومبادئه ودون إمامه الإمام الحسين وكان طبيعيا يستشهد كأبيه في المعركة أما أعداء الإمام الحسين يعني بني أمية يقول هذا المؤرخ في كتاب الإشراف على سيادة الإشراف كان لبني أمية في ذلك الزمان يعني العام واحد وستين الهجرة إثنى عشر ألف طفل رضيع ينام في مهد من ذهب وفضة مهود مزينة بالذهب والفضة إثنى عشر ألف مهد ينام فيه إثنى عشر ألف طفل السؤال أين صار هؤلاء الآلاف المؤلفة من بني أمية أين ذريتهم لم يبقى لهم أثر يشار إليه مطلقا لم يبقى إنسان واحد على وجه الكرة الأرضية يعتز بآبائه القتل من بني أمية أو يشرفه أن يقول أنه من بني أمية أما الإمام الحسين وبنو هاشم الإمام الذي لم يبقى له إلا ولد واحد وهو الإمام زين العابدين يقول بعض المحققين أن هناك هذا الكلام مذكور في كتاب شجرة طوبة والكتاب مؤلف قبل حوالي خمسين عاما يقول أن أبناء الإمام الحسين وأبناء الإمام الحسن اليوم على وجه كرة التراب بلغوا أكثر من ستين مليون سيد شريف هاشمي من أبناء الحسن والحسين صلى الله وسلم وآلئيه ما شريف هاشمي من أبناء الحسين وشف هاشمي من أبناء الحسين